مقطع فيديو مصور تم تدوله على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية كشفت فيه علناً المسنة التي تعيش وحدها في منزلها عن علاقتها الغامضة بالجان خاطبتهم فيه بشكل غامض ووجهت لهم رسائلها شديدة الأثر بأن لا يغضبوها أكثر من ذلك حتى لا تصنع هي الأخرى ما يغضبهم ويتحول الأمر بينهم إلى صراع لا يعلم أحد نتائجه وإليكم أصل القصة أنتم جان مسلم والدليل إنكم تسمعوني بهذه الكلمات التي تحمل مزيجاً من الخوف والثقة في آن واحد حاولت المسنة السعودية أن تبعد عن نفسها أي خطر من جانب هؤلاء الذين تشعر بهم في منزلها كانت شديدة الاحترام معهم وتحدثت بكل لطف حتى لا يعبث أحداً منهم معها مرة أخرى خاصة بعدما شعرت بنغزة شديدة في ظهرها وتقول إنهم السبب فيها بالتأكيد مقطع الفيديو المصور اختلطت فيه مشاعر السخرية بالتعاطف تجاه السيدة السعودية المسنة التي تستشعر الغضب من جراء تصرفات الجان الذين يسكنون معها في منزلها الخاص هي تعلم حقيقة مشاركاتها لهم في جنبات البيت ولا تعارض تلك الحقيقة لكنها في الوقت الذاتي ترغب في أن يحترم وجودها معهم حتى ولو كانت بمفردها بعض الأفعال الصغيرة والصبيانية التي تشعر بها المسنة دون سابق انذار خاصة عندما تجد باباً مفتوحاً يتم إغلاقه بشكل مفاجئ أو مصباح مضيء يتم العبث به سواء بتحريكه أو إطفائه التصرفات التي صدرت جعلت المسنة تشعر وكأن هناك من يشاركونها المنزل وقررت أن توجه لهم رسالة بأن يتركوها وشأنها ولا يلجأوا لمثل هذه الأفعال وتتحدث المسنة بجدية وهي تجلس على أرضية منزلها مرتدية برقع على وجهها الأمر الذي أثار بعض الخوف في جانب المتابعين لها عبر منصات التواصل الاجتماعي فحديثها بشأن ما يحدث غريباً وغامضاً إذ تطلب منهم ضرورة عدم نقل بعض الأشياء في المنزل من مكانها لأن حركتها قليلة ولا تقوى على مهمة البحث والتدقيق لكن الرسالة الأكثر قوة منها تلك التي أخبرتهم بها أنها لا تخشى وجودهم ولا تخاف منهم وعليهم أن يلتزموا بقواعد مشاركتها منزلها دون أن يعبثوا باستقرارها انطلقت بعدها حالة من التكذيب لما تقوله المسنة السعودية وأن الأمر برمته لم يكن أكثر من كسب مزيد من المتابعين عبر حساباتها الشخصية السيدة لم تعبأ بما يقال عنها في كافة الأوساط الإعلامية واستكملت مسيرتها في توجيه التحذيرات لهؤلاء الذين يعبثون باستقرارها في منزلها إذ ظهرت بعد ذلك في مقاطع أخرى مصورة وهي تحكي ما يحدث لها من مغامرات في جنبات المنزل المسكون التي قالت لهم أن يعتبروها ضيفتهم فيه وليس العكس برأيكم هل المسنة السعودية محقة في كل تصرفاتها أم أن الأمر لا يتعدى كونه مجرد تهيئات